مع انتهاء انتخاب اللجان المختصة وتشكيل الكتل النيابية يكون البرلمان التونسي قد تفرغ للانتلاق في ممارسة دوره التشريعي في البلاد في ظل وضع اقتصادي صعب ودقيق دور يشكك فيه طيف من السياسيين والمراقبين فالبرلمان لن يكون برأيهم سوى مكملا لمشهد صاغه الرئيس التونسي قيس سعيد بنفسه للتحكم بدوره في ظل هذا الشتات في ظل غياب كتل وازنة حاملة لمشاريع حاملة لرؤى وخاصة في ظل ايضا سطوة مؤسسة رئيسة الجمهورية والشعبية التي يحظى بها ايضا رئيس الجمهورية لذا اعتقد ان هذا البرلمان في المحصلة سيكون مجرد برلمان ديكوري البرلمان الجديد سيكون من دون كتل معارضة كما ان الدستور الجديد ينزع عنه صفة السلطة ليستبدلها بالوظيفة وهو ما اكده الرئيس التونسي ميراران اجراءات يقول النواب انها لن تقف عائقا امام امكانية مساهمتهم في انقاذ البلاد الدستور هذا النجم يغير الواقع متع توانسا صحيح ربما نفكره حتى بعد في تعديلات للدستور هذا ممكن لانه عمل بشري في نهاية الامر لكن الدستور هذا فيه ما يسمح للنائب باش يساهم في تغيير الواقع عن طريق مقترحات القوانين كما النجم جيني من السلطة التنفيذية مشروع قانون النجم يخرج من داخل مجلس النواب مقترح قانون وبين تأكيد النواب اهمية دورهم السياسي وتشكيك المعارضين بهذا الدور المؤكد ان البلاد تحولت بعد الدستور الجديد الى نظام رئاسي واسع الصلاحيات بحسب مراقبين انتقلت فيه الاضواء من قصر باردو الى قصر قرطاج يعترف اعضاء البرلمان التونسي بتراجع دورهم مقارنة بالبرلمان السابق ووفقا للدستور الجديد لكنهم يرفضون الاتهامات التي تتحدث عن ارتباطهم بالسلطة التنفيذية مؤكدين قدرتهم على المساهمة في تغيير الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية مورد دالانسي تونس الميادين